كثرة الحديث في إسرائيل عن دخول المواجهة مع حزب الله في لبنان مرحلة تصعيد جديدة وعن انقضاء زمن الخطوط الحمر وسقوط قواعد اللعبة لم يحل دون كثرة التشكيك والتساؤل بشأن النتائج والمآلات التي لا تزال تطارد أذهان أوساط الخبراء والمعلقين وتشغلوا بالهم يجب القول إن الإنجاز في الضاحية مثير للاهتمام ولكن كحجم الإنجاز هناك حجم الفجوة المتعلقة بفهم الاستراتيجية الإسرائيلية غير الواضحة أمر واحد أكيد لم يعد هناك خطوط حمر ولا قواعد للعبة النفخ في رماد الحرب بعد الاعتداءات الأخيرة في لبنان دفع أوساطا عديدة إلى التحذير من أن وهم الإنجازات النقطوية لا تحسم حربا ولا تسلب من حزب الله إنجازه التاريخي بتهجير مستوطني الشمال على الرغم من الإنجاز الكبير والمهم إلا أنها تبقى أحداثا نقطوية وهي ليست الأحداث التي تعيد المستوطنين إلى منازلهم في الشمال الحسم صعب جدا من خلال الضربات المحددة إذ وبالرغم من الضربة القاسية حزب الله ليس تنظيما مركزيا وهذا ليس من شأنه أن يضر بأدائه وقدرته على مواصلة قصف إسرائيل التحذيرات من عدم الاستسلام لنشوة الإنجازات الموضعية ترافق مع استمرار طرح الأسئلة المركزية بشأن نهاية الحرب وأثمانها التي ستكون برأي خبراء ومعلقين ثقيلة على إسرائيل وجبهتها الداخلية ولسيما في ظل شكوك فيما إذا كان صناع القرار في إسرائيل يقدرون بشكل صحيح مسارات تطور الحرب التي يقرعون طبولها ترجمة نانسي قنقر